جزئية كمال مهمة جداً ودي أنا تلقيت فيها رسائل كتير جداً واتصالات من ناس كتيرة جداً البطولة هتتزع فين؟ كأس العالم للأنديا هيتلعب أو هتبدأ البطولة بعد بكرة مباراة الأهل أوكلاند سيتي هنشوفها ازاي؟ لغاية اللحظة اللي بتكلم معاكم فيها مفيش معلومة مؤكدة ان في قناة موجودة عبر الأقمار الصناعية تقدر تتفرج من خلالها على مباراة كأس العالم للأنديا البعض كانت تكلم على ان في قناتين هيزيع البطولة ولكن البس الخاص بمباراة كأس العالم الأندية متغير شوية عن الحقوق المتعلقة بالبطولات الافريقية وحتى كأس العالم فيفا قطر 2022 اولاً لأول مرة الاتحاد الدولي يسند انتاج هذه البطولة للتلفزيون الوطني المغربي ودايما الفيفا لما بيروح منظم اي حدث رياضي بيجيب شركة ناقلة هي لتنتج وبيتشتغل على نقل مباراة البطولة المرة دي هو ده النقل الحصري او الانتاج الحصري لهذه البطولة للرياضية المغربية فهي اللي هتندج البطولة ولكن الانتاج حاجة والبس والإزاعة حاجة تانية خالص التلفزيون المغربية هيزيع ولكن جوه إطار المملكة يعني على البس الأرضي عشان تتفرج على هذه البطولة من خلال القناة المغربية ده هتستخدم بقى وسائل أخرى عبر الإنترنت أو وسائل أخرى بعيدة تماماً عن الأقمار الصناعية أو بعيداً تماماً عن الإزاعة البطولة بشكل تقدر تتفرج فيه من خلال شاشة التلفزيون فدي جزئية الجزئية التانية أنه فيه قناة سعودية هتنقل مباراة البطولة برضو الأمر متعلق بجزء يعني طيقاً شوية في إطار المملكة العربية السعودية فعشان تتفرج لازم تروح للإنترنت فده جزء تاني هيبقى صعب برضو على كل السادة المشاهدين من النهاردة اليوم الأربع إلا هيتم للأسف الأمور مش واضحة وأنا أتمنى أن يكون فيه تحرك مهم جداً زي ما كان فيه اهتمام وزعنا مباريات كأس العالم لكرة اليد المنتخبنا الوطن وده دور مهم جداً كمان مهم جداً لما الأهل الزمالك منتخب مصر أي بعثة مصرية بتشارك في أي حدث دولي خارج مصر مهم جداً أن يكون فيه حرص على أن نحن هنتابع كل مباريات البطولة وأتمنى أن يكون فيه تحرك في الساعات القادمة ولعله عسى مثلاً يكون سمعنا مع علي الوزير دكتور أشرف صبح وزير الشباب ورياضة يكون فيه تحرك خلال الساعات اللي جاية وديه منجدة من كل جماهير مصر وجماهير النادي الأهل أن يكون فيه تحرك بحيث أن مباريات كأس العالم لأندية تكون متاحة وتتشاف من خلال شاشات التلفاز حتى لو هتكون على البس الأرض نشوف ده خلال الفترة اللي جاي لأن أنا عارف بعد بكرة الكل هبدأ يدور ويحاول ويتفرج والبطولة أكيد هتخش في منافسات أقوى أوكلاند سيتي بعد كده مباراة مع سيات البطل أمريكا الكونكا كاف ربنا يا ساهل ممكن تروح لمباراة يعني مش عايز أتكلم عليها لسه بدري لسه عندنا موقع أهم مباراة أهم مع أوكلاند سيتي ولكن الجانب التصويقي لما تفكر في إزاعة الحدث ده وعندك ممكن مباراة حتى لو بنسبة 10% ممكن تكون مباراة الأهل وراء المدريد شوف المكاسب المالية اللي ممكن تيجي والمردود الشعب اللي ممكن ييجي من إزاعة هذه المباراة لكل أفراد الشعب المصري أتمنى تكون الرسالة وصلت لأن حدث مهم جدا أتمنى لكل يكون حريصة على العمل عليه عشان جماهير النادي الأهل وجماهير الكرة المصرية